بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية لابد ان انا يبقى الكلام بشكل واضح جدا وبشكل مسترسل يعني في توضيح في الخطوات اولا على اساس الجميع يعلم ان ليس هناك خلافات بيني وبين مجلس ادارة وفاء استيرف على الاطلاق ولكن يمكن بعض الامور الصعبة جدا اللي موجودة في نادي وفاء استيف اللي هي طبعا الضائقة المالية الموجودة اللي بتصعب امور كتير جدا ويمكن خلينا اقول بمنتظ صراحة انا موافقت على وفاء استيف وتولي المسؤولية الفنية لفريق وفاء استيف يعني جيت على التاريخ وجيت على اسم النادي الكبير وجيت على اساس ان وفاء استيف كان لسه في اخر عام موجود في الدورة بالنهاء للمشوار الافريقي فانا قلت الفريق قريب جدا لو محتاج بعض التدعمات ومحتاج بعض اللاعبين لتعديل المصاري الفني وفي نفس الوقت يبقى هناك فرصة على المستوى المحلي والبطولة المحلية والبطولة الافريقية ان يتحقق شيء لان زي ما انتم تعرفون وبكل تواضع مشواري مع القرى طويل جدا حققت بطولات كتير جدا على المستوى الفردي وعلى مستوى بدايتي كمدرب فيمكن انا متعود على تحقيق البطولات ومتعود على المكان اللي اللي اكون موجود فيه وتولى فيه المسئولية ان انا حفظ على مكانة النادي وكلها معظمة اندية كبيرة اللي انا توليت فيها المسئولية الفنية فيمكن فجأت طبعا ان الفريق معظمه عناصر جديدة فجأت ان العناصر الجديدة كلها عناصر شابة ومعظمهم الدرجة التانية فجأت بالضقيقة المالية صعبة جدا فكلها ظروف طبعا بتبقى عكس امكانيات اي فريق نوايح اي حاجة